حاجة مهمة كمان بتتقال الفترة اللي فاتت انه محاول عبد المنعم ممكن يخرج من نادي الاهلي اللي احترف هل هذا الكلام صحيح ام خاطئ طيب عبد المنعم جالوا عرض في الفترة اللي فاتت بالأحد الاندال القطرية وسألوا النادي الاهلي عن المقابل للاستغناء عن اللاعب قالوا له 6 مليون دولار الاهلي طلب 6 مليون دولار في الاستغناء عن عبد المنعم فقدرت النادي القطري شافت ان ده رقم مبالغ فيه انه يجيب لعب مصري بالرقم ده هو اصلا رقم قليل 6 مليون دولار رقمه اوليل لو الاهلي عرض او اهل 6 مليون دولار في محمد عمنا فقم قليل عشانه هو كانطالب في الشنوى 10 لا بس اهل الشنوى لا وانده صغير العيب صغير ناصر السعودي تمام بس الشنوى الناصر السعودي بالنباع موسيقى الحمد فاتح على فكره انا موافق جدا موافق جدا لو الاهلي جاله 6 لو جاله 4 مليون دولار ده رأي طبعا ده رأي لا 5 مليون دولار في عبد المنعم في نادي في الدول الإنجليز وفي الدول الإيطالي وفي الدول الأسباني بيع وأقول برافو عليكم وبيعوا تمام تمام لك هلوح بيعوا في الخليج بستة مليون لأ تم بيع أكتر انت لسه باع حمد فتحي بتلاتة مليون دولار حمد فرق سن ماشي فرق كان ماشي منتخدت دابل هوت ستة مليون دولار حتى النادي أصلا القطري ما عجبوش الرقم واغلق المفاوضات مع عبد المنعم وعبد المنعم مكمل في النادي احنا مش بيتنا في مصر هنا ايه نحن شغلس شغيين على قديمه في أرقم بتتدفع كبيرة اوه يا جماعة فلأ لعبتنا عندنا لعيبة يتدفع فيها يعني الموافق على فكرة مش ببالغ والله واحزي المنعم دا يتدفع لا فيه تمانية وعشرة زيزو يتدفع فيه تمانية وعشرة لعيبة كبيرة بالمستويات اللي بتتجاب لأ تمام بس انت بيعمل منتج قليل دي الأزمة عندنا احنا عندنا اللعيبة كويسين جدا 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 بس تسويق دور المصري في المنطقة العربية خلاص بقى معروف ان انت بتدفعش فموس او كلام دا كلام دا كلام هكتلف معاك انه هيفضل الاهل والزمالك اكبر اسمين في الوطن العرب وشوفنا المستويات منهم لعيبة فانت بتاخد اهم لعيبة في الوطن العرب بس الكلامك على الأرقام بقى الأرقام بقى الأرقام بقى 6 مليون دولار دول انت ممكن تجيب بيوم لعب من أمريكا الجنوبية تجيب اتنين لعيبة من أمريكا الجنوبية بالأرقام دي هناك المرتبات عالية بس المقابل المادي اللي بتدفع مش عالي الاندية الاندية بتدفعش مقابل عشان تشتري لاعب انما تدفع له مرتب كبير جدا لانه طبعا هناك هم مش فارقين معاهم في حتة المرتب لانه يعتبر مرتب مقارب لما يحصل عليه اللاعبين اللي موجودين في الدوليات المحلية لكن ان هو يشتري لاعب من الدور المصري بالرقم ده و هو شايفه و انك ده صعب جدا بيقولك حمد فاتحى طلع ب3й2005 امام عشور طلع ب3 مليون دولار امام عشور و عبدوا المناعم الفرق رايح اوروبا ب3 مليون دولار رقم كبير جدا لا انا مختلف يعني كده افضل مختلف ة اه انا م MBA هو الاني حرف راكم المتلوب طبعا والكتر حر و عبد المناعم في الاخر و في الاخر عبد المناعم يوافق او مش يوافي بس كلر ارضوا عليه الامر قال لهم لعب منعم ركيزة من الركيز الأساسية ما ينفعش تستغنوا عنه حتى بأي رقم وتقريبا حدا بسؤولين في النادي الأهلي لما قالوا الرقم ده اللي هو ستة مليون دولار ده احنا هنجيب بيوم لعبة تانية فلو جيه ستة مليون دولار هنعرف نسوق الموضوع للجمهور مجاش خلاص يبقى عبد المنعم مكمل ومستمر مع الفريق